اشتركوا في القناة توقعتنا اليوم الجمعة يوم خمس وعشرين ستة القمر اليوم موجود في منزل سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية بمعنى اخر بضل التأثيرات هاي الزاوية لغاية الساعة التسعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينتش بعدين القمر بنتقل لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر بما انه موجود في برج الجدي فحكينا انه التأثيرات بتكون على جميع الابراج بهاي الفترة انه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منها علينا الاجتهاد اكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين طبعا اليوم بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاوية وحدة موجودة تأثيرها على جميع الابراج رح تكون من الان تقريبا لغاية مساء يوم الجمعة يعني الجمعة بالمساء لا تنتهي هاي الزاوية هي زاوية ما بين القمر وما بين اورانوس زاوية التثليث وهاي الزاوية تأثيراتها انه بهاي الفترة او في هذا اليوم نقدر نعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك الحدث الثاني اللي رح يصير اليوم اللي هو كوكب نبتون كوكب الاحلام والالهام اليوم بده يبدأ عملية التراجع في ساعات المساء يعني تقريبا ساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش رح يتراجع في برج الحوت لانه هو في برج الحوت وطبعا هو كوكبه الاساسي طبعا رح يستمر هذا التراجع لمدة خمس اشهر وعشر ايام يعني لغاية يوم واحد اتناش بما انه كوكب نبتون هو كوكب الاحلام والاوهام والالهام الفني فهاي الفترة او الفترة اللي بتراجع فيها كل الابراج قاطبة تأثيره نفس اللي انا بدي احكي يعني مش كل برج بيختلف عن الثاني لا او حسب البيت لا هو كل الابراج بتأثر عليها نفس التأثيرات اللي انا بدي احكي عنها اه تراجع في هاي الفترة او التراجع في هاي الفترة بنشعر ببعض المخاوف اللي ما منعرف مصدرها او ما بيكون مصدرها مقنع لنا وكمان هاي كل ما زدادت عنا المشاكل اللي احنا منواجهها في الفترة هاي فبدل ما انه احنا نواجهها منصير احنا نتهرب منها او نتجاهلها او نتجاهل وجودها يعني بصير في عنا نوع من انواع التهرب من بعض المسؤوليات قسم منه خاصة موليد برج الحود تحديدا في هاي النقطة اللي انا بدي احكيها لانه هذا كوكبهم الاسلاسي بتخلق او بخلق هذا التأثير عليهم بيعمل لهم زي عالم وهمي بعيد عن ارض الواقع ممكن ينجرف البعض منهم وراء المسكنات او المهدئات او الكحوليات في منهم طبعا من موليد برج الحود بعض الاشخاص اللي عندهم تاريخ او سابقات انهم انتحروا او حاولوا الانتحار ممكن انها تتكرر في المرحلة هاي في فترة التراجع عشان هيك اللي عنده من هاي النوعية من الاشخاص يحاول انه يراقبوا يحاول انه يهديه يحاول انه يعطيه نوع من انواع الدعم النفسي على اساس انه يطلعوا من الجو كمان وساوس بتصير على مستوى الشكوك بالخيانة بانواع حد يجوزها بخونها وحد يحب عليها ليش تأخر ليش طلع ليش عمل ليش سوى طبعا هذا كله من تأثيرات تراجع كوكب نبتن برضو الاحلام بالفترة هاي بتصير مش كثير واقعية اللي هي الرؤى فكثير منها بتكون اضغاث احلام او كوابيس او نوع من انواع الخوف هي اثرت تقريبا الها بعدود الاسبوعين بدأت عند الناس هاي الاثار انه احلامهم غير منتظمة او حتى مناماتهم شوي بتكون مزعجة ممكن تظهر لدى البعض في هاي الفترة علامات المخادعة والتغرير بالغير يعني بتكثر في الفترة هاي عمليات النصب او الخداع او التغرير او يعني زي واحد بحب وحدي بحاول انه يستغلها بحاول يبتزها يعني هاي النقاط برضو بتكون تنتبهوا منها لدى البعض الاخر علامات بتصير زي الجبن او الخوف بيخشوا المجابهة او المواجهة بيتخلوا عن مخططاتهم ومشاريعهم بالفترة هاي من ناحية فنية هاي الفترة بتضاءل نسبة الالهام والقدرة على الابتكار الفني في شتى المجالات حتى على مستوى الابتكارات اللي الها علاقة بالاختراعات وزي ما حكينا هاي المدة هي من اليوم مساء وبتستمر لغاية واحد اطناش عشان هيك الفترة الجاي اي شيء له علاقة بالاحلام بالاوهام بالحدث بالاشياء هاي حطوا اكثر من علامة لمراجعتها ما تخافوا من المواجهة حاولوا انكم تكونوا جريئين اكثر ما تخلوا نبت يسيطر عليكم ويعطيكم مخاوف مائلها اي اساس طبعا القمر بما انه موجود في برج الجدي فخلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو السبت 26 بيبدأ في تمام الساعة 12 و 49 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و 8 دقائق بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 15 يوم في تمام الساعة 55 دقيقة مساء بيصبح 16 يوم نسبة الاضاءة بتصير 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة هو الان سعيد بنسبة 15% بيظل سألها 15% لغاية ساعات الظهر بعدين بترتفع نسبة السعادة لغاية 45% بالنسبة للقمر في الجدي حتى يوم 26 ستة سعيد بنسبة 45% عطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيدة بنسبة 45% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين اليوم يعني بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك لا العناد ولا التحدي حتى يعني لو اشتدت الضغوط عليك حاول إنك تبرر عملك وحاول إنك تظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك بالفترة هاي يعني أو أفكارك شوي مشتتة وفيه نوع من أنواع العصبية نتيجة الضغط أو الغضب أو الاضطراب برج الثور بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم جنك ما تجعل شيء يحبطك لأن التطورات اليوم غنية بالفرص والمناسبات ممكن تنحصر عواصف الأيام الأخيرة وترتفع عندك المعنويات أكثر تطمئن خواطرك نسبيا فهاي فترة مناسبة لا أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق السفر أو ورشات العمل أو الأوراق القانونية برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي عادة من شراكة من تعويض ولكن بالفترة هاي صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أهم إشي أنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة يعني أو مواقف متصلبة حاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء بتكون شوي فيها نوع من أنواع التوتر لأنه تقريبا نقدر نحكي أنه القمر مقابلك تماما فبسحب منطاقتك أهم شيء أنك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات بتكون كبيرة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع ذلك أنتم قادرون على إنجاز قسم كبير منه لا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة أهم شيء أنك تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو أمور لها علاقة بالعمل أهم شيء أنك تحافظوا على استقرار وضعك الصحي بالفترة هاي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء أهم شيء أنه يكون فيه اهتمام لأنه اليوم ممكن يكون عندك عمل جديد برج العذرة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء بالنسبة لإلك هي سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائل أكثر اليوم ممكن تندم على بعض التصرفات الأخيرة وتحاول ترتيب بعض الأمور اليوم لا تتجاوزها هاي فترة بناءة وإيجابية فحاول إنك تستغلها بتقرب من أحبائك واستغلال بعض الحضوض اليوم برج الميزان بتفضلوا اليوم التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم بتبدو مضطرف مضطرب عفوا أو مرهى في الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء اليوم يعني هو رح يتركز كله على الانشغالات العائلية والمنزلية برج العقرب بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم ممتاز جدا لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اليوم تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جيدة مشاعرك اليوم ممتازة وتبريرك للمواقف برضو ممتاز ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات أو يكون عندك زيارة أو رحلة معينة برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو حتى على جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم إشي إنك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحة وبتسهل حياتك أم إشي إنك ما تسمح لأي أحد بإنه يغشك كن حريص على أموالك وممتلكاتك عزز وضعك المالي اليوم حاول إنك ترتب بعض الأمور المالية اللي تراكمت عليك في الأيام الماضية برج الجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور أهم شي إنك تحاول إنك تجد جديد أو تبحث عن أمر مميز اليوم بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من أسرع فترات الشهر حاول إنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية لأنه بتحمل بعض الانفراجات وبعض الأمور اللي ممكن يكون فيها تسوية برج الدلو بتشعروا اليوم كمان إنه التعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنك تخلدوا للراحة هاي فترة شوي محبطة وفارغة تماما من كل خبر ومن كل حسم حاولوا إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما إنه ممكن في هاي الفترة تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما ما في داعي للتسرع بكرة القمر رح ينتقل عندك فبتكون الأجواء أحسن فحاول إنك تأجل الأمور المهمة لا يأ يوم الغد برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك ممكن تتحمس للقاء الناس وللتعارف هاي الفترة يعني ممكن يا بعضكم يسافر أو ينضم لجمعية وممكن تهتم لشؤون أقارب الشريك أكثر بالفترة هاي أو يكون في حدث هيك إشي يلفت انتباهك أو يشغلك ويكون مفيد طبعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم الآن نروح لفقرة الأسئلة أو سؤال وجواب أهم إشي إنه يعني إذا حابب إذا عندك رغبة تحط اللايك تحط الكومنت تحط تعليق تعمل شير مير فير اللي بدك إياه يعني بدناش نضغط عليك إحنا لأنه بكفي بدك تضغط على زر أضغط عليك كمان والله حرم سؤال من أختنا يافا بتقول يعطيك العافية ويطول العمر للدكتور لا بديش يطول العمر الله يرضى عليكي لأنه الوحيد اللي طلب طولة العمر هو الشيطان فأنا بديش طولة العمر الله يرضى عليكي طيب أحد الفلكيين بيقول إنه وجود أكثر الكواكب في القسم الأعلى من الخارطة الفلكية يعني إنه عمر صاحبها غير طويل والعكس صحيحة شو رأيك أو شو رأي حضرتك والله يمكن هو بجامل في حاله يمكن هم الكواكب عنده جيات تحت مش جيات فوق أو جيات على اليمين مش على الشمال هذا كلام فاضي يا أخت هذا كلام مش مبني على علم هذا مبني على جهل واستغفاف بالعقود ما لهش علاقة بالمواضيع هذا تختيش في عملية حساب الأمور اللي إلها علاقة بالأعمار والأجال هاي بيد الله إلها طريقة حسابية تقديرية للتحولات الكواكب وإيش إلها علاقة بسهم الموت وإيش إلها علاقة حسابية طويلة عريضة ومعقدة جداً هذا يعني بعيد كل البعد عن الموضوع يعني هذا بيحكي عن أشياء لها علاقة بالصحة ملهاش علاقة بالحياة والموت سؤال الرقم اللي تابع للمشتري مثلاً هو رقم ثلاث إذا كنت أنا موليد يوم ثلاث برج القوس بيعتبر رقم مناسب إلي طبعاً بيعتبر رقم مناسب كمان شوي يعني خليك يا رغد خليكي معنا عشان أنا راح أشرح النقطة كيف استخراج الأرقام أرقام الحضود للأبراج عشان تستفيد منها أكثر وتعرفي تحسبيها بشكل أفضل الشخص ما إلوش رقم واحد إلو مجموعة أرقام فخليكي معي على أساس تعرفي كيف إحنا منستخرج هاي الأرقام سؤال عام ومهم ربي يحفظك وهو الكواكب المتراجعة في خريطة الميلاد خاصة زحل أو المشتري وهم فعلياً متراجعاً حالياً هل فعلاً تقل نحسة هذا التراجع بخارطة الميلاد بعد سن معين أو تقلب لحضوذ بدل سلبية كما يقال بعد عمر الكهولة تحياتي رانيا هذا كلام غلط ما في منه مش مبني برضو على قاعدة علمية الكواكب المتراجعة هي فقدة طاقتها يعني بالعكس أنتم تفكروا أنه عملية تراجع الكواكب في الخارطة الفلكية يعني سلبية بالعكس بعد مرات بتكون إيجابية جداً للشخص بتخليه عقلاني بتخليه إنسان يحسب أموره بشكل جدي ما يراهن على الحضوذ يدرس خطواته بشكل جيد ما يغامرش ما يجازفش يعني مش شرط إنه عملية تراجع الكواكب إحنا نأخذها بالجانب السلبي أو زي ما بقوله الفلكيين إنه والله لا أوعى السلبية بتراجع سلبي لا ما هو ممكن هو تراجع أساساً أجل مصلحتك وفي كثير من الكواكب لما تتراجع برضو بتعطي حضوذ للأبراج خصوصاً للبيوت لللي بعرف طالعه هذا فما تخذي بالكلام هذا هذا الكلام غلط هي ما بتعطيك يعني هو أخذها أنه لأنها تراجعت وهي بتتراجع الآن فأعطتك حضوذ لا هي فعلياً بتكون تعطيك حضوذ ما تردي على هذا الكلام طيب دكتور من فضلك سؤال اللي عنده كواكب متراجع نفس السؤال موجود رح بيأثر علينا شخصياً هاي زهرة زهرة سنيني نفس السؤال نفس الإيجابية اللي أنا حكيت لك إياه اللي حكيتها يبدأ شوي هذا طيب بنقدر إنه نغيرها للأحسن اللي بيقولك بيقدر يغير لك الكواكب بروح يغير كواكبه شو علاقته هو منزل من ربنا يغير تأثيرات كواكب هي ربنا وضعها هو أدرى بإدارتها هو أعطاك إياها لأنه عارف أنه أنت بتتحمليها لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني ربنا أعطاك شيء أنت عندي قدرة فيها هو جهزك لأنه أنت تتحمليها وضع فيك طاقة معينة عشان أنت تقدر تحكم هاي الأمور على أي أساس بده يجي شخص يغيرها ممكن لو غيرها هذا يخرب بيتك مش ناقصك وترديش هدولة بس عشان يبيعوا أحجار ويبيعوا طلاسم أو صفيحة أو قطعة عشان أنه والله غير تأثيرات الكوكب وهذا كليات ونوع من أنواع النصد سؤال من مريم أستاذ الكريم تاريخ ميلاد بنتي 16 ماي 1992 دمشق الساعة الواحدة والنصب عنه انتصف ليه بحساب الطالع على الجدول بيكون الطالع الجدي وبحساب على الموقع بيطلع دلو هي متزوجة وأجهضت مرتين وهلا هي حامل وفي وحدة قرأت الخريطة وقالت إنه ما بتحمل والله وإذا حملت وأنجبت رح يموت يا ما شاء الله هاي طلعت الغيب ما شاء الله ماكشوف عنها الخيم ماكشوف عنها مش الحجاب هاي هاي ماكشوف عنها سقف البيت كامل رح يموت وأولادها لأنه بيتها الخامس حاكم القمر والقمر موجود في بيتها التاسع مع بلوته طيب يا سبحان الله هاي طريقة الحساب على فكرة صارت متكررة كثير وأنا كثير ناس بتحكيلي عنها فإنه بما أنه صار في البيت التاسع مع بلوته فأثر على البيت الخامس بأنه طيب ليش يعني على أي أساس ليش ما حكي طيب هيها بتحمل بما أنها حملت ونزلت معناته هي بتحمل فليش يعني يا بتنزل يا بموته يا بتجهض يا مش عارف إيش فأرجو أنه تشوف تعليقي وتجاوبني بمعرفة طالع لأنه ما عم نام الليل وأنا أفكر لا يا أختي ولا تفات نام الليل ولا نامي وانت مرتاحة مدام الأمر بيد الله ورزق من الله عز وجل تحملي شمه هي حامل في الشهر الخامس وشكرا طيب أول إشي منيجي منحسب برجها بما أنها هي من برج الثور فنيجي منحسب أرقامها هيك 6 و 1 7 أول رقم أجاه العلاقة بالروحانيات جونيور فبري مارج إبريل مي شهر خمسة هذه رقم خمسة ورقمها بطلع ثلاثة ثلاثة و خمسة ثمانية ثمانية و سبعة بطلع خمستاش ثمانية و سبعة بطلع خمستاش مزبوط خمسة و واحد ستة فهي عندها شفافية روحانية من رقم ستة شوي بزيد من روحانياتها بجعلها عرضة للتابعة أو للقرينة أو للأمور هاي أنا بدي أحكي لك شغلة في صندوق الوصف تحت بتلاقي رقم تليفوني ابعثي لي رسالة و ليلي أنا مريم اللي سألتك السؤال عن إجهاض بنتي أنا ببعث لك ملف بدي اف محطوط عليه تحصين هذا التحصين بتطبعي على أي طابعة عند أي مكتب عند أي حد تطبعي مثل ما هو على وجهين آيات قرآنية كاملة لا طلاسم ولا أرقام ولا أشياء مش مفهومة بتصفتيها وبتحطيها تحت مخدتها خليها تقرأها لأنها آيات قرآن عشان ما تصير حج عليها وعلي تقرأ الآيات اللي موجودة مكتوبة خلف الورقة هاي وتحطها تحت المخد عندها إن شاء الله بثبت الحمل عندها وما حدا بقربها ولا بتحلم ولا بتجهد بإذن الله تعالى سؤال ربنا يبارك فيك وفي صحتك وفي طاقتك وفي طقيتك وفي كل أهلك وهذا وفيك كمان يا وسام أو فيك يا وسام طيب سؤال هل من ينتمي أسماءهم بحرف الهمزة من حوسين طيب معلش اسألي اللي حكى هذي الكلمة هو حرف الهمزة قدش عدده بحساب الجمل إذا عرف بتراجعيني ومن تبدأ أسماءهم بالعين محسودين ما شاء الله يعني حرف العين رقم سبعة طيب وهل الأسماء اللي تطلق على الذكور والإناث مثل أصيل صفاء ولاء وسام إلخ بتكون سبب لضيق رزقهم والله أنا بعرف صفاء وضعها ممتاز ثنتين صفاء وضعهم ممتاز جدا لدرجة إنه يعني أقول لك ربنا يطرح لهم البركة وسام بعرف مجموعة من الوسام أي شي دكتور وإي شي بروفوسور وإي شي يعني أشياء كبيرة على أي أساس هذا بس واحد يعني الباين إنه قارئ كتاب لواحد أنا بعرفه وسرق المعلومات منه لأنه حكى بنفس الطريقة هاي وركب الأمور هاي وطلع يشطح فيها على الناس لترديش على هذا الكلام هاي الأسماء دائما إحنا لما بنوخذها ممكن يجي اسم صفاء مثلا لناس جيد ولناس مش جيد الاسم دائما أو اسم ولا أو وسام أو أصيل يعني هذه الأسماء دائما بتتاخذ إحنا بنوخذها بحساب الجمل بنحولها لبرج معين بنعرف معدن الحرف هذا يعني ميزان الأحرس الصاد الف الألف الهمزة بنعرف قديش ميزانها بعدين إحنا بنوخذ الميزان تبعها بنعرف الطبع طابع البرج هاله هو هوائي ترابي مائي ناري وبعدين بنوخذ التاريخ الميلاد اللي هو البرج الأساسي فإذا كان هوائي وناري فبركب مع الهوائي والناري هذه أبسطها وفي أسماء بتيجي ذكورية وأنثوية فأنثة تيجي تعطيها اسم ذكري فهذا رح يتعبها لأنه بده يقوي شخصيتها إلا إذا كان برجها حوت يعني البرج الحوت عادة نختاره برج يكون ذكوري شوي على أساس أنه يقوي من شخصيتها للمواجهة أو للحياة أو لمعترك الحياة ممكن يصير اللعبة أشياء إحنا منلعبها نعمل أنواع الحكمة بتوازين يعني الأسماء والأحرف عشان نعطي قوة للشخص ونعالج ضعف بيكون في تاريخ ميلاده فهاي علم كبير زي ما أنا حكيت في الحلقة الماضية مش علم سهل مش أي واحد بيقدر يشتغل عليه وهذا العلم يعني لمعلومات للعلم للجميع علم الأسماء أنا حكيت هذا علم شريف وكريم وربنا أول من علم وعلمه لآدم علم الأسماء فمش أي شخص بيقدر يحكي فيه وأحنا أنا شخصيا أنا بعرف جزء بسيط من هذا العلم كل اللي أنا بحكي لك هو علم بسيط جدا هو من علم الأوفاق اللي هو جزء يعني بسيط جدا من علم الأسماء اللي هو العلم الواسع فعشان هيك ما تخذي بكلامه هذا اللي حكيت سؤال ممكن يتجاوبني دكتور إذا كان الشخص عنده جلسة أشعة علاج مرض سرطان أثناء خلو المسار طيب جوجو أول إشي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يشفي مين ما كان يكون بدون معرف ذكر أو أنثى أول إشي خلو المسار ما إلو علاقة في الموضوع لأنه حكينا في الحلقات الماضية أنه هاي الأشياء محددة مسبقا من قبل خلو المسار فما إلها تأثير في خلو المسار خلو المسار في وقتها إذا قررت أنك تعمل شيء وعملته فهو سلبي أما إذا قررت ما قبل أو قرر ما قبل وإنت مجبر أنك تعمله أو بدك تعمله وإنت مقرر عليه من قبل ما في أي مشكلة أنجلتم طيب يعطيك العافية أستاذ سعيد أمتعتنا بأسلوبك مالله أنا شايف أسلوبي عند بعض الأشخاص يعني مش كثير ما حبهوش الله يجبر بخاطرك بس بدي أسألك أستاذ بما أنك تطرقت لعلم الرقم ممكن تحكي لنا بالتفصيل كيف نستخرج أرقامنا من تاريخ الميلاد وما هو الرقم الأقوى من أرقام تاريخ ميلادنا وهل هو اليوم أم الشهر أم السنة أم المجموة يعني لسه أنا كنت أحكي أنه أنا رح أشرحها فأنت سألت السؤال بالشيء اللي أنا بدي أشرحه فخلي لنهاية الحلقة عشان أنه يظل موجود بدناش نشتت فخلينا على الأسئلة وفي آخر سؤال يعني آخر إيش بعد ما نحكي آخر سؤال رح أشرح لك بطريقة جميلة جدا ورح أحكي أرجع أعيد اللي هي أرقام الأبراج أرقام الحضود للأبراج أذكرها كمان مرة عشان يكون الموضوع مكتمل هيك للكل إن شاء الله فل أستاذ من نعم من فضلك كيف أتخلص من الخوف الدائم من المستقبل وحتى أثناء الخروج الله يمتعك بالصحة والعافية ويمتعك بالصحة والعافية أنت وصلتي إلى مرحلة اسمها الوسواس القهري إذا أنت بتخافي من المستقبل أو بلجتي تدخلي في مرحلة الوسواس القهري وهذا إشي مش كويس لأنه أنت دخلت حالك فيه أو استسلمت له بمعنى آخر نصيحتي لك أول إشي تفكريش في بكرة ما إلك علاقة في بكرة ولا واحد فينا إلو علاقة في بكرة وإذا بدك أنا نصيحتي إرميها على الله كيف ما تيجي بتيجي الأمور إذا بدك تخافي منها رح تظلي خايفي طول عمرك وتنمر حالك وتشتتي حالك وتخير ببيتك وبتصفي أنت الخسرانة في النهاية لا استفدت دنيا ولا استفدت آخر فعشان أنا أقولك أنا مثلا أنا كشخص والعياذ بالله من كلمة أنا أنا بعيش الحياة ثلاث عيام عندي الحياة كلها هذا الكون اللي أنت شايفيته عبارة عن ثلاث عيام يوم راح ما إلي دخل فيه انتهى الموضوع ما بفكر فيه ولا بسأل عنه هذا إمدارح يوم أمس خلصت منه واليوم بدي أستغله بطوله وبعرضه وأكسب منه لا حياتي ولما ماتي وبكرة الله العالم فيه لا بفكر فيه ولا بسأل عنه ممكن أعيش فيه وممكن أموت فيه إذا أجع أين استغليته ما أجع الله يسهل عليه لا تقنطي من رحمة الله وخلي إيمانك بالله قوي وعشان أساعدك أنا أنك تطلعي من هاي الأمور ركزي على صورة الواقعة قرأيها كل يوم بعد صلاة المغرب أو بعد غروب الشمس أو اسمعيها بتلاقي الأمور تغيرت عندك بشكل قوي جدا وحاولت أنك تساعدي حالك أنا يعني هذا الوضع اللي أنت بتحكي فيه هذا نوع من أنواع الرضوخ أو الاستسلام للوسواس وهذا شيء بأذيكي وبأذي اللي حواليكي سؤال الله يعطيك العافية أستاذ أختك من بغداد أسأل الأسماء اللي تنطبق على كل برج والله أنا يمكن موجود على القناة بتلاقي أنه الأسماء اللي بتناسب برج الجوزاء وكنت على أساس السنة الماضية بدي أعملها ولكن لأنه الوضع الصحي كان تعبان شوي وضرب جهاز الكمبيوتر عندي فما قدرت أكمل باقي الأسماء وإن شاء الله أني رح يعني شوية تتحسن الأمور شوي يعني فيه فيه شيء العلاقة بالتغيير بالفترة القادمة إن شاء الله أنها تثبت الأمور مثل ما إحنا مخططين يعني والأمر لله أولا وآخرا ورح أعمل لكم كل برج رح أعمل كل الأسماء لإله ذكور وإناثه اللي بتناسبه وصفات الإسم وأهم الصفات اللي ممكن تمنح للإسم اللي تستفيدوا أو يستفيدوا الجميع من هذا الموضوع بدون ما تظلوا تسألوا أو تسألوا أحد يعني خلاص الواحد بعرف أنه بده يولد مولود مثلا في برج الحمل بدخل على أسماء برج الحمل بشوف الأحرف المناسبة والأسماء المناسبة وبقدر أنه يختار منها أو على ميزانها وتكون الأمور لصالحكم سؤال من فاتي تحياتي إلك دكتور سعيد أنا لما بسمع رقية شرعية بحس بجسدي بفضفض أو بنتفض بمعنى آخر وبغلبني البكاء وبحس بالنوم وعيوني بالدمع وأحس بالكسل إذا استسلمت ما رح تتعالجي يعني إذا استسلمت لهذا الموضوع هذا بغلب عليه شيء له علاقة بالحسد اللي أنت بتحكيه أنت محسودة فيه اكتبي أو ادخلي على القناة الثاني فيه رقية للعين والحسد حاول هي اللي تسمعيها لأنه أنت هذه الأشياء اللي أنت بتحكيها بتدل على العين والحسد ما لهاش علاقة بالسحر ما لهاش علاقة بالمس ولا بالعشق ولا بالأمور بس هي عملية قراءة لرقية العين والحسد أنا قارئها موجودة على القناة الثانية اسمعيها كريريها حاولي لو تسمعيها مرتين في اليوم ما بدي أقول لك أربعين يوم اسمعيها لمدة أسبوع تجدي أنه كل الأعراض هاي اختفت إن شاء الله تعالى سؤال أخير يسعد مساك دكتور ممكن لو سمحت تحكي عن تأثير البرج الباطن علينا البرج الباطن اللي هو الإسم يعني اسمك واسم الأم وشو البرج تاعهم أو اسمك أنت برضو عشان يعزز القوة تاعت البرج الباطن فهذا بعطي 25% من تأثيرات الفلك عليك فهو بس تأثيره 25% حسب برجه حسب مكانه يعني إذا كان طلع اسمك برج أسد فبتأخذ من صفات برج الأسد بنسبة 25% كان عذراء نفس الشيء كان حمل نفس الشيء بس هو بأخذ 25% بعطيك بعض الصفات الإيجابية وبعض الصفات السلبية من من البرج ما هو كل برج شو أرقام الحظ الخاصة فيه وبعديها منكمل عملية الاستخراج عشان تفهمها بشكل جيد برج الحمل الميزان العدد ستة العقرب العدد تسعة القوس العدد ثلاث الجدي العدد ثمانية الدلو العدد أربعة الحوت العدد ثلاث والعدد سبعة طبعا هاي الأعداد اللي هي الأعداد المرتبطة بالكواكب المسيطرة على الأبراج فهي أعداد لو أجيت أخذت أنت مثلا المشتري اللي مسيطر مثلا على القوس هو عدد ثلاث فهاي الأعداد نفسها حولناها لأرقام الآن أنا بدي أطلع كبرج لنأخذ عشان بسبيل المثال بدنا نأخذ تاريخ ميلا فتاريخ ميلاد مثلا نفترض تسعة وعشرين أربعة الف وتسعمية واثنين وثمانين هاد الرقم لبرج الثور على طول برج الثور منأخذ رقم ستة ومنحطه على جن هاي أول رقم حق استخرجنا ماشي يعني رقم البرج أو رقم الكوكب المسيطر أساسا على الشخص من برجه منشيله ومنحطه على جن فأول الرقم المسيطر على برج الثور وقلنا رقم ستة فمنمسك رقم ستة ومنكتبه على جن بإنه هذا أول الأرقام الحض لهذا الشخص بعدين منحسب تاريخ الميلاد اللي هو اليوم تسعة وعشرين ماشي طلعت تسعة وعشرين أربعة احنا حكينا فمنقول تسعة زائد ثمين يساوي احداش الآن بدنا نرجع هذا عشرية أولى فمنيجي على واحد زائد واحد اللي هي احداش واحد زائد واحد بتصير اثنين هاي رقم اثنين منمسكو منحطه على جنب هاي صار عنا رقم ثاني رقم حض الآن بدنا نستخرج الرقم الكلي اللي هو رقم الحض الكلي احنا منسمي بنجمع كل الارقام اللي موجودة في تاريخ الميلاد اللي هو تسعة اللي هي تسعة وعشرين تسعة زائد اثنين زائد اربعة اللي هو الشهر زائد السنة اللي هي زائد اثنين زائد ثمانية زائد تسعة زائد واحد ماشي بنجمعها جمع كامل هيك واربع تسعة زائد اثنين زائد اربعة زائد اثنين زائد ثمانية زائد تسعة زائد واحد اللي هي تسعة وعشرين اربعة الف تسعمية واثنين وثمانين الآن بطلع المجموع عنا كام بطلع المجموع عنا خمسة وثلاثين ماشي بنرجع من نحولها لعشرية وحدة خمسة وثلاثين يعني خمسة زائد ثلاث بتصير ثمانية هاي منمسك رقم ثمانية اللي هو المجموعة الكلي ومنحطها على جنب صار عندنا ثلاث أرقام حظ عندنا ثمين اللي استخرجناها من اللي هي يوم الميلاد اللي هي تسعة وعشرين وعندنا ستة اللي هو الكوكب المؤثر على برج أو المسيطر على برج ثور هاي ستة وثمانية اللي هو المجموعة الكلي للأعداد فأرقام حظ هذا المولود من ستة ثمانية هدولة أرقام حظه وصلت المعلومة فاللي بيجي بيقول لك إلك رقم حظ واحد هذا بفهمش لأنه كل شخص دائماً له عدة أرقام طبعاً زي ما حكينا قبل شوي أنه فيه مثلاً أبراج زي السرطان له رقمين كوكبين فمنوخذ الكوكبين منحط الرقمين زائد اللي احنا حكيناها اللي هو اليوم والمجموع الكلي فهيك أنت بتطلع بكل الأرقام الحضوض اللي بتناسبك فحاول تستغلها في مجرى حياتك حاول تستغلها في تنظيم شؤونك حاول تستغلها في أرقام الأشياء المعنية لإلك أو في الأيام اللي أنت بدك تيدم فيها على مبادرة أو على عمل أو على شيء مهم بالنسبة لإلك استغلها كأرقام بتلاقيها أيام ممتازة وبتمشي معك بشكل جيد يعني مثلاً يوم اثنين الشهر أو يوم ستة الشهر أو يوم ثمانية الشهر أو مثلاً سيارة مجموعة أرقامها بتطلع عندك ثمانية أو مجموعة أرقامها بتطلع ستة أو مجموعة أرقامها بتطلع اثنين أو بيت رقم 11 واحد زي واحد يساوي اثنين أو يطلع ستة ثلاثة وثلاثين مثلاً أو اثنين واربعين هاي الأرقام الحضوض بالطريقة هاي أنت بتجمعها وهيك بتفصلها عشان تيجي مية في المية مثل ما بدك وتستفيد منها هيك منكون إحنا انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر